مساء الخير النهاردة هقدم حلقة جديدة من سلسلة كتابي المصور عايزة أقدم الأطفال النهاردة معلومات عن الكائنات اللي بتعيش في قاع البحر مش هقدم دورة حياة زي ما احنا متعودين لكن لا هنعمل زي قمرة أو شباك في سفينة تحت المية أو هي الأحواض المائية اللي الأطفال بينزلوا فيها وقارب زجاجي قاع زجاجي ويتفرجوا على الكائنات البحرية بيفتح أو كأن الطفل وقاعد تحت قاع بحر أو في قاع بحر في سفينة زجاجية وبيتفرج على الكائنات الحية الأخطبوت وعنده كم زراع والمجسات بتاعته وألوانه وبيعيش فين وممكن المعلمة تاخد معلومات عن الأخطبوت ككائن رخوي من الكائنات الرخوية اللي بتعيش تحت في قاع البحر ويتدي له معلومات عنها وانه عنده 8 أزرع على سبيل المثال السلطعون أو الكابوريا ومخالبها أو أزرعها الأربعة والمخلبين بتوعها الأماميين الحلزون كائن رخو بيعيش جوه قوقعة الأعشاب البحرية وازاي بتنمو وبتعيش جوه البحر مطوية جميلة جدا جدا فيها أربع كائنات بس من الكائنات البحرية وأدي للأطفال معلومة جدا جميلة وبسيطة عن كل منهم وفي هو مروح في النهاية هياخد معاه الكتاب بتاعه ويروح لمامته أو بابا وإخواته ويحكي لهم عن الكائنات البحرية اللي شافها مع معلمته النهاردة كتاب جدا جميل وبسيط وبيقدم معلومات لطيفة جدا جدا للأطفال أتمنى أن تنفذوا معاهم في رقم الفنون وزي ما قلتلكم ده شغل جون ديوي جون ديوي قرر يعلم الأطفال كل الأطفال عن طريق الفن الفن لكل الأطفال عن طريق الفن هنقدم للأطفال ثقافة علمية عن الكائنات الحية وغيرها من الأشياء الموجودة حولهم في العالم ونثري خبراتهم التعليمية إن كنتم مهتمين أرجو أن تتابعوا الحلقة للنهاية وتشوفوا الكائنات البحرية مع الأطفال لكن فعلوا الجرس اشتركوا في القناة لتستمر معكم وابكم نشوف قاع البحر مع الأطفال هرجع لكتاب المصور وهاخد صفحة من صفحاته لكن النهاردة مش هاخد دورة حياة أنا هاخد الكائنات البحرية أو بعض الكائنات اللي بتعيش في البحر علشان أعرف الأطفال عليها وكأن طفل قاعد في زورق أو في شيء تحت قاع البحر شباك أو كده من سفينة وبيبص على الكائنات البحرية وبيتعرف عليها فهبدأ الأول نلون مع الأطفال القمرة أو المكان اللي هو قاعد فيه هي الفكرة كلها يعني ندي نوع من الخيال وإحنا بنحكي مع الأطفال عن الكائنات دي اختاري 3-4 كائنات اتكلمي عنها إن الكائنات دي بتعيش في البحر موجودة في القاع زي الأختبوت ألوانه عنده كم قدم تعمل عنده أكتبوت عنده 8 أقدام أو 8 أزرع عندنا السلطعون أو اللي احنا بنسميه في بعض الأماكن بنسميه الكابوريا وعندنا الحلزون وده بيعيش جسم رخ وبيعيش جوه صدفة وممكن أن نعلم الأطفال حاجات تانية كتير عن الكائنات البحرية ويكفي في كل مرة تتكلمي عن مخلوق أو مخلوقين من الكائنات البحرية الموجودة نكمل تلوين القمرة الموجودة في السفينة أو النافذة الموجودة في السفينة وأطفال كتير بيروحوا رحلات وبيشوفوا القاعز زجاج للقوارب بيتفرجوا على الكائنات الحية حاجة تشبه كده أنت بتعمليها علشان الأطفال تتعلمها منك ممكن أغنية لطيفة عن الكائنات البحرية علمي أسماءها علمي ألوانها هل في كائنات منها إحنا بنأكلها زي الكابوريا هل مفيدة للبيئة ولا لا بتفيدنا في إيه وهكذا هل في كائنات تانية بتتغذى عليها في المحيط تقري كويس قوي عن كل كائن وحاولي تدي للأطفال جدا معلومات لطيفة في بعض الكائنات في منها أنواع كتيرة وألوان كتيرة حاولي تغذي معلومة بسيطة وتقدميها للأطفال ده كله بنسميه ثقافة علمية لطيفة وبسيطة وإحنا بنلون وبنفعل ركن الفنون هنا بيحضرني جون ديوي إنه كان مهتم جدا بفنون الأطفال وقال إنه مدخل مهم جدا إنه أكسب منه الأطفال أي شيء علوم رياضيات فنون أي شيء تقدري تكسبيه للأطفال من خلال خبرة تعليمية جدا شيكة وجذابة ومفيدة وتقدري تديها للأطفال من مدخل الفنون وده اللي أنا بعمله دلوقتي إنه بقدم للأطفال ثقافة علمية عن الكائنات الحية من خلال الفن همسك الأخطبط الأخطبط فيه منه ألوان كتيرة ممكن نعمله باللون الوردي وخلي الأطفال يلونه معاكي وعد الأزرع بتاعته وممكن نقرأ عن الغذاء بتاع الكائنات الحية وهو بيلون نتكلم عنه النباتات اللي تحت البحر أو لتحت المياه فيه منها ألوان كتيرة ممكن تكلنها أصفر ممكن تكلنها أخضر ممكن تكلنها وردي أعشاف جدا جميلة وحلوة وبتعيش تحت المياه السلطعون أو الكابوريا نلون الأزرع بتاعته القوائم بتاعته عنده على كل قائم عنده أربع قوائم غير المخلبين بتاعه وبعد كده خليه يلون المياه إن الكائنات دي عايشها في المياه فلازم يبقى فيه لون أزرق ونبدأ نلون المياه دي مهارات يدوية وفنية وتأذر ما بين العين واليد وحاجات جميلة جدا غير الثقافة العلمية اللي أنت بتديها للأطفال وتناسق ألوان حاجات جدا جميلة خلصنا الألوان هنبدأ نقصها علشان نبدأ نعمل المطوية أو الكتاب المطوية لكل طفل همسك المسطرة وهبدأ أتني أصبح عندي شباك تحت المياه أو نافذة تحت المياه بتفتح أتفرج منها على كائنات بحرية جدا جميلة خلصت الحلقة قدمنا قاع البحر للأطفال صنعنا نماذج لطيفة جدا كل طفلة هيخدها في إيده هو مروح يوديها لمطو يحكي عنها عن الكائنات اللي شافها في قاع البحر أتمنى تكون الحلقة عجبتكم المعلومات تكون بسيطة وسهلة وتقدري تنفيذيها مع الأطفال بشوية ألوان وزي ما قلتلك الشيت موجود فيه صندوق الوصف وتقدري تطبعي الحلقة اللي أنت عايزها بعدد الشيت اللي أنت عايزها بعدد الأطفال وتعمليها معهم أو ماما تعملها مع الأطفال في البيت أتمنى تكون الحلقة عجبتكم فعلوا الجرس تشتركوا في القناة لتستمر معكم وبكم شكرا لكم اشتركوا في القناة